أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه رد علم الساه وما تخرج من ثمرات من أقمامها وما تهملوا من أوثى ولا تدعوا إلا بإلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من مخيس لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيعوس قنوت ولئن أذقناه رحمة منا من بعد در أمسته ليقولن هذا لي هذا لي وما ذن نصات قائمة ولئذ رجعة إلى رب إن لي إلى رب إن لي إن دهو للهسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا بما عملوا ولنزيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان آراد ونا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريد قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاك بعيد سنريهم آياتنا في الأفاك وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مريت من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عن سنقاف كذلك يوهي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العزيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبهون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك كرعانا عربيا لتنذر أمة الكرى لتنذر أمة الكرى ومن خولها وتنذر يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة وفريق في السائر ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نسير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يهي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فهكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاتر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذروكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البسير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنكيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليك الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكدي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدوستكم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا آمالنا ولكم آمالكم لا خجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المسير والذين يخاجون في الله من بعد ما استجيب له هجتهم داهدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الصاعة قريب يستاجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفكون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لتيف بإباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد خرث الآخرة نزد له في خرسه ومن كان يريد خرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة في الآخرة من نسيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفسل لكدي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفكين مما كسبوا وهو واكي بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رودات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفدل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يكونون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحواه الباطل ويحك الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بس طواه رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بإباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنته وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بموجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيذلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يؤبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما قدبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شرع بينهم ومما رزقناهم ينفكون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يدلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يكونون هل إلى مرج من سبيل وتراهم يعردون عليها خاشين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الذالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينسرونهم من دون الله ومن يدلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا ما رد له من أواح ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فريح بها وإن تسبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صرات مستكيم صرات الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الواح تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه كرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أَفَنَغْرِبُ عَنْكُمُ الزِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ أَفَاهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَسَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَكُولُنَّ خَلَكَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى زُهُورِهِ سُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ سُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَكُولُوا وَتَكُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُكْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْكَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَسَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّهُ فِي الْحِلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاسًا يَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُقْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ أَمَ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آسَارِهِمْ مُحْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا رُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَزِرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آسَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قال أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي وَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا الكرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعدهم بعضا صخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عيد ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له كرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا عليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع السم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أب نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسنف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولكد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون ومليه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية الله أكبر من اختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألكي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومسلا للآخرين فاجعلناهم سلفا ومسلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مسلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مسلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعوى الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلض الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفعات إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنها يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاسفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منوذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نغشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عهائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المصرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأهتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم التبتبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم مجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزكوم طعام لثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خزوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم زق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام نمين في جنات وعيون يلبسون من صندص وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يزوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يزوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبص من دابة آيات لكوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لكوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك نسيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب نليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعدهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لكوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يزلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرء ويومتكم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون بما كنتم تعملون اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنصخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة والساعة لا ريب فيها كنتم ما ندري ما الساعة ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنًا وما نحن بمستقنين صدق الله العظيم والساعة ل15 والساعة�면 والساعة لEX ترجمة نانسي قنقر